السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليوم معنا حادثة غريبة ومثيرة جدا للدهشة والجدة اللي حصلت في مدينة سالوفالولا في بولندا إنسان طبيعي عادي خارج بسيارته ورايح على عمله وطالع بكير عشان ميتأخرش لأنه في عنده مشاكل ممكن بتأخر كثير ويعني بالعادي بنخصم عليه بسبب التأخير اليوم أو في هذا اليوم فجأة على زجاج السيارة بتيجي شريطة هيك قطعة قماش تمنعه من الرؤية بوقف سيارته بتأخر عدوامه بيزيح الشريطة بتفرج طبعا هذا المواطن البولندي لو يحلف على مليون قرآن وعلى ستين إنجيل ويحلف بشرفه يحلف بكل يعني الأشياء الموجودة بحياته اللي ممكن لها قيمة أنه يحلف عليها مستحيل مديره في العمل صدقه إنه هو تأخر أو إنه هذه الحادثة عن جد حصلت ولهذا السبب هو تأخر ما هو الحادثة؟ جث هامدي أمامه أمام السيارة لو لا لطف ربنا وإنه كان يعني متماسك أعصابه من هالشريطة اللي أجت على زجاج السيارة ممكن هو أصبح جث هامدي أو حتى أسقط جثث هامدي بالطريق لأنه ممكن يصطدم أو يدعم المارة في الطريق نزل من سيارته بيتفرج بيلاقي جث هامدي على الطريق تابوت يعني من السماء نزل هذا التابوت الجث خارج منه على الأرض تخيل نفسك أمامه ماذا كنت ستفعل؟ إيش كنت هتعمل إنت لو كنت مكانه؟ هل يا ترى أنت هتخلي هالجثي على الأرض؟ ولا كنت هتشيل هالجثي؟ حيكون عندك نفسية وقوية وتفكير صائب أنك أنت تتصل بحد هتهرب شو هتعمل؟ مش عارف يعني الشيء كان صادم للشخص هذا في حينها ولكن الشيء ما زال صادم لي أنا شخصيا كيف أنه ممكن جثي من لا شيء من لا مكان وبدون سبب تكون بنصف الطريق وانت سايق سيارتك القصة بدأت عندما كانت سيارة جنازة تابعة على شركة خدمات جنازات تنقل جثمانا مثل أي يوم عادي لكن فجأة الباب الخلفي لهذه السيارة مفتح وقع التابوت على الأرض وخرجت الجثي من التابوت وأصبحت ملقاة على الأرض والناس اللي حواليها كانوا في حالي من الذهول والصدمة تخيلوا وسط الزحمة جثي ملقاة على الطريق أمام السيارات والأغرب أنه في سائق كان خلف سيارة الموتى مباشرة هذا صاحبنا اللي كنا نحكي عنه في بداية القصة من المواقع البولندي والعالمي لنقلة الخبر بيقول لك أنه واجه الموقف المقيف هذا الشوفير أو السائق واجه الموقف المقيف عندما شاهد الجثي على الزجاج الأمامي تبع سيارته تصور كيف كان شعوره هو فكر أنه صدم شخص لأن المشهد كان غير مألوف يعني معه الحق يعني أنت بتسوق بسيارتك فجأة بوم جثي ولا إنسان أنت لسه ما بتعرفش أنه جثي يعني إنسان صدم الزجاج الأمامي لسيارتك هنا بدأت كل السيناريوهات والأفكار والتخمينات الأدرناليل طلع بالسماء لهذا الرجل أنه ماذا حصل؟ ماذا سأفعل؟ لقد قتلت إنسان يعني ممكن هذا كان ردة فعله وتفكيره في تلك اللحظة طبعا حصل الضج في المكان والناس كانوا متوترين جدا لكن المفاجأة كانت أن هذه الجثي لم تكن قد صدمت من أي أحد بل سقطت من أحد ما سقطت من السيارة بسبب خطأ غير متوقع الشركة المسؤولة عن الحادث تحملت المسؤولية كاملة واعتذرت للمواطنين كما اعتذرت لأهل المتوفي عن الحادثة إذن أعزائي المشاهدين مشاهدين سوشال نيوز الشركة في بيان لها قالت أن السبب وراء الحادث كان عطلا فنيا في قفل الباب الخلفي للسيارة تعال أنت عزيز المشاهد العربي اللي بتشاهدني في هذه اللحظة تخيل أنه هالهادثة حصلت عنا في بلد عربي ديش أقول عندكم أو عنا لأ عنا إحنا بشكل عام في بلد عربي هل يا تر رح تتخيل أنه هذي الشركة المسؤولة عن تلك السيارة الموظفة لذلك الموظف رح تتبنى وتتحمل المسؤولية عن الحادث ولا رح تحمل المسؤولية للسيارة وللقفل وللشوفير وللهوا لأن الشوفير ما سكرش على الميت بشكل جيد ممكن كمان يتهموا الشوفير أنه ماهتمش بالميت اللي كان معاه ما حكى لهوش قصص ما سمعهوش موسيقى ما اشترلهوش قهوة بالطريق عشان يقعد الميت عاقل في السيارة من غير ما يهرب منها ويصدم الزجاج للسيارة مباشرة خلفه فيمكن أن أقصى شيء تعملوا عندنا الشركات العربية أو الحكومات العربية أو أي حد مسؤول عربي عندنا رح يكون اتهامه الأول والأخير الأول ممكن يكون للشوفير والأخير رح يكون للميت أنه نتهم الميت أنه الميت يعني مشاكس وخرج من السيارة لأنه ما بدوش يموت ولكن أن الشركة تعتذر وتتحمل المسؤولية وتتحمل مسؤولية أي مقاضاة رح تحصل في المستقبل من أهل الميت هذا شيء ما بيحصل عندنا على حد علمي ما بعرف أنتو شو رأيكم في بلدك رح يحصل؟ هل ستتبنى الشركة المسؤولية؟ أم ستحملها للميت وأهل الميت؟ طبعا هذا التصريح كان ضروري مثل ما بيقول لك لكي تهدئ الوضع وتهدئ التوتر في الشارع البولندي كما قالت الصحافة البولندية لأن التوتر والوضع والناس وردات فعلها حاجة مهمة في المجتمع الأوروبي عامة وفي بعض الدول التي تحترم مواطنيها خاصة وكما يقولون الصدمة كانت أن المشهد بدى وكأنه مشهد من مشاهد أحد الأفلام الكوميدية التي يعني تطغى عليها الكوميديا السوداء ما يعني ما في حاجة أسود من أنه جثة تنزل على الأرض يعني سوادي بسوادي يعني بتحكي عن بيت أجر وعزو وأسود وكوميديا سوداء فتلبق لبعضها يعني فإيا بتحسها متقاربة وبتحسها يعني لا بقى لبعضها بالعرب العامية مثل ما بنقول ولذلك كان لابد من توضيح الموقف ستبقى قصة بالذاكرة تروى وتذكر وتستخدم في الأفلام وحتى في المسرحيات البولندية التي لن تتوانى عن استخدام الموقف للضحك ولتعزيز الكوميديا السوداء وكالعادة الإنترنت لم يترك هذه الحادثة تمر مرور الكرام فالفيديو حصل على ألاف المشاهدات وكان حديث الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي في النهاية الحوادث الغريبة والمثيرة هي جزء من حياتنا الطبيعية ولذلك هنا في سوشال نيوز كانت اليوم حلقتنا عن هذه الحادثة الغريبة المدهشة نوعا ما والمضحكة فشر البلية ما يضحك وما نراه على الإنترنت كل يوم يعطينا دليل جديد كل يوم بأن العالم مليء بالغرائب والعجائب التي تحصل في كل لحظة هذه اللحظة الآن نتكلم هناك حادث غريب آخر يحصل في هذه اللحظات يمكن أن نسمع عنه ويمكن أن يكون حلقة من حلقات برنامج سوشال ميديا تابعونا في الحلقات القادمة لمزيد من الأخبار الضريفة والطريفة والمفاجآت الغريبة من هذا العالم الغريب المليء بالمفاجآت والقصص والحكايات عبر هارون تيفي سوشال نيوز تحياتي لألكم أينما كنتم وتوجدتم شكرا لألكم على متابعتنا لا تنسوا إذا عجبتكم الحلقة تعليق على الحلقة تحتها نعمل تعليق نعمل إشتراك بالقناة تفعيل الجرس ولا تنسوا آراءكم وملاحظاتكم ولا تنسوا آراءكم على الحلقة شاركونا رأيكم ماذا تعتقدون وماذا تفكرون هنا سوشال نيوز فالمرة القادمة إن شاء الله سنستعمل تعليقاتكم في نهاية الحلقة القادمة لن نحكي عن الحلقة السابقة كنا معكم عبر هارون تيفي سوشال نيوز نراكم في الحلقة القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته